بعد انتخابات 6 أكتوبر فاز رئيس قيس عيد بدورة ثانية بنتيجة حاسمة فاتت التسعين ثانية كيف تقرأ هذه النتائج؟ هل تقرأ كراءة هادئة لهذه النتائج؟ كيف شفتها؟ كيف شقرتها؟ وما سبب هذا الفشل؟ خلينا نقول للمعارضة؟ والله المقدمات تؤدي للنتائج يعني اللي مستغرب من فوز قيس عيد أنا أستغرب من استغربه لأن السلطة الانتخابات ما هيش فقط الأسبوعين متع الحملة الانتخابية الانتخابات هي مناخ انتخابي تيلت سنوات اليوم كنشوفو الانتخابات فانا ظروف وجرات إعلام مدجة مدجة ما ثماش برامج حوارية في مختلف وسائل الأعدام الصحفيين اللي ربما شوية نقد هكا ولا ربما حاولوا يوريوا أنه ربما ثم شوية حركية في الإعلام متاعنا ممطيشين في الحبس محامين ممطيشين في الحبس المعارضين رموز المعارضة ممطيشين في الحبس عن أي انتخابات تتحدث يعني قانون الانتخابات يتم تغييره قبل أسبوع من نتائج الاقتراع أحكام المحكمة الإدارية ترمى على الحقت فعن أي انتخابات يعني يعني يخي بنعلي كيفاش كان يربح الانتخابات مو بالله سليب هذه يعني إعلام كل معناها معناها مسخر لخدمة المرشح معين مرشحين لأخرين تلقاهم مغيبين وفيهم حتى شكون اللي في الحبس يعني ثم شكون اللي جات ثاني في السجن عن أي حملة انتخابية تتحدث ففي هالملاخات هذية ناس أيضا بالنظر للهل تعرف انت هالقضايا اللي قاعدة تتعمل للمرشحين وللأنصار امتاحها وأعضاء الحملات امتاح ناس ناس ممكن هالرعب كتمشي انت ما كاتب الاقتراع ما تلقاش مراقبين عليه المنظمات الدولية منعت من المراقبة مراقبة بالانتخابات المجتمع المدني اللي مسنس يراقب بالانتخابات عملو لهم قضايا ومنعوهم منعوهم من أنهم يراقبوا الانتخابات أهم جمعيات تتعنى بالمراقبة الانتخابات منعت من مراقبة الانتخابات من هذه المرة ففي هالمناخات هذية هل أنه فوز قيس السعيد يعتبر مفاجئة لا أعتقد أنه مفاجئة لأنه وقت اللي يتم استعمال كل هذه الوسائل فمن نجبه إلا ننتظره يعني هالنتائج هذية مع العلم اللي يعتبر أنه قيس سعيد هو المنتصر في الانتخابات أنا أعتبر أنه هو المنهزم الأول كيفاش؟ لأنه أولاً كان يجري وحده يعني هالناس كل تعرف هذا ثنين الأهم من هذا الكل حملة المقاطعة ثم أربع ناخبين ثم ناخب يمشي صوت يعني ثم ثلاثة أربعة الشعب التونسي ما صوتش مش استجابة لدعوة المقاطعة لا لا هو أنا نقول التوانسة ما همشي مقتنعين بالمسار وما همشي مقتنعين بالواحد يعني ثلاثة أربعة التوانسة ما مشوش صوتوا تقريباً فعن أي انتصار تتحدثون السلطة شنوش الشرعية اللي عندها وقت اللي ثلاثة أربعة التوانسة ما مشوش صوتونا ما مشوش صوتو في الانتخابات مسألة العزوف مسألة عالمية سمير لا مش بالشكل هذي يعني أحنا شاركوا اليوم يا عامر عطيني دولة في العالم الانتخابات متاحت معناه فيها العزوف هذي الجزائر؟ مصر معناه الجزائر؟ أكثر مننا لا سمحني معناه أنت بالنسبة ليك الرفيرانس بتاعك هو الجزائر ومصر لا هذي يطلب تجارب معناه موجودة ايه لكنها تجارب فاشلة أنت أنا أتحدث على تجارب دول ديمقراطية يعني مصر يحكم فيها الجنرال كيترشح جنرال واحد آخر حطه في الحبس إخي ما نعرفوا هذي الجزائر كون يحكم فيها يعني هذي النماذج اللي أنت تحبنا نقتديو بها طيب خلنا نقرأوا نتائج الانتخابات لهم نقرأها قراءة عملية بما ربما يفيدنا في مستقبل بلدنا لا أنا بالنسبة لي الانتخابات هذية أكدت أنه تونس عادت إلى ما وراء الوراء كيتقارن أنتي كانت ثم حاملة انتخابية في الانتخابات هذية كيتقارنها ب 2014 و 2019 كانت ثم حركية كانت ثم مناظرة بين المترشحين كانوا ثم معناها في الإعلامة يعني أنت شوف حتى عدد الاجتماعات كيترجع لزي أرجع الموقع لزي وشوف عدد الاجتماعات متاع الثلاثة مرشحين اللي يسمحون لهم بشي يترشح تتلقى واحد معناها تقريبا استحوذ على 98% من نسبة الاجتماعات والنشاطات الانتخابية شو معناها هذة؟